نفس السؤال ربما اللي طرحته لحمد لما جاك العرض للمشاركة في الفيلم كيفاش تعاملتي مع العرض؟ هذا يعني هو مكتبوش على بدا نظن كممثلات ولربما أنا كإيمان اللي تربات بالصور تاع البطلات تاع اللانسومير تاع الكهينة تاع عدة نساء اللي كانوا رمز للشجاعة والمتابرة والكفاح طبعا كي جاني العرض فرحت به وفرحت أني راح نلعب نجسد دور مالكة أمازيغية يعني حاجة جديدة والتحدي الأكبر أنه كنت راح نخدم باللغة اللي هي اللغة الأمازيغية نوك فرحت بزاف وفي نفس الوقت كانش نوع أن ما الخوف لأنه كنت على بالي بلي كان مسؤولية كبيرة كان لازم منتحش يعني ما نلعبهاش غان كان لازم نفهم مع معنتها أنك تكوني مالكة أمازيغية طبعا عدة لقاءات مع عديلة بندمرات مع أخوة عديلة بندمرات بروتوكول مع عديلة مع داميا حكينا بدرنا تحذيرات أول حاجة وركزت على النص تاعي بس كي كان لازم على خطر كان لازم نهضمه باش نقدر من بعد نلعب بكل ارتياح ومبات بدينا دربنا على بعض من اللقاطات باش يعني بو دبتيا غاقلاش كما شفتي في الفيلم ولكن ما حين تشوفوه الفيلم كلش سواء بالنسبة للديكور تكوين شخصيات التسميم ملابس كل حاجة كل حاجة اللغات المستعملة وحتى اللغة الجزائرية اللي كانت مستعملة كل هم مركزين على التفاصيل